ترجمة نانسي قنقر أهلا وسهلا فيك شكرا لوجودك معنا شكرا لألكم والتليفزيون والمحبة شكرا لجمعتنا في السنة الجديدة متمنى فيها سنة خير لكل الوطن والكنيسة بكل العالم إن شاء الله يا رب منضم صوتنا لصوتك أبونا نحن سوى اليوم لنلقي الضوء على حلقة تليفزيونية مرة تعبر إحدى المحطات تليفزيونية وكان شي تطرق إلى مريم العزراء دور مريم العزراء بالديانة المسيحية وكثير يعني انتشر هالفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصار فيه كثير ردود فعل منها إيجابية منها سلبية للأسف أنه السلبية كانت أكثر من الإيجابية حول اللي صار بدنا نفهم منك أبونا شو اللي صار مظبوط وهل من بعد هالحلقة التليفزيونية تغيرت أو بين هلالين عزرني على التعبير هل اتدمرت صورة مريم العزراء عند البعض؟ مثل العادي بلش بالصليب إشارة الصليب المطلب من ربنا أنه يلهمنا مارفريم الأب بالكنيسة السريينية يلي هو مؤسس لليهوتي المريمي بالمطلق يعني كان بس بده يحكي عن العزراء يقوله يا رب نورني الهمني عبي تمي من نعمتك تهتالي أحكي عن أمك نعم الكلام عن مريم العدرة كلام بده يقف عنده ويحكي فيه بده يكون مسؤول ومسؤول بكل معنى الكلمة العمق الروحي والليهوتي والأدبة وحتى العلمة والفكرة لأنه اليوم صرنا بقرن ما بقى فينا نحكي الأشياء مثل ما هي وين مكان يعني ولم يمكان كل كاتيجوري من الناس كل مكان فيه له نمط وعز أو خطابي أو تعليمي نعم لأنه كمين سمعتوا إيجان كتير ردود فعل على الواتساب وغيره وبتعرف أنه أنا اقتركت المحبسة ورجعتها لأ بالتواصل مع أكتر من الأصحاب وحمد الله أنه خبرة محبسة سعادتني كتير كمانا من بعد ما عملت عن يد أبونا أبو الأستفغالي معلمنا دكتوراه بالجامعة الكاسليك وبتعرف إلنا هلأ كذا أسبوع بحكي عن مريم العضرة بكل فترة عيد الميلاد عن الأمومة والطفولة نعم فاللي عم بسمعه هلأ وسؤالك بمحله أنه صار فيه تشكيك هلأ كلمة تدمير كلمة صعبة صعبة كبيرة صار فيه تشكيك وهو أخطر الشي الشك لأنه الشك بيدمر الإنسان إذا ما دمر العقيدة أو الفكرة بس بيجي الشخص بيزرع لك سوسة بوقعك بالشك أكان بالحب بحبك أو ما بحبك هالشخص أو ما هالشخص أو بالبزنس أنه عم بيخون لك هالشخص بالبزنس أو مش عم بيخونك هذا هو شغل يعني الشخص السيء أو الروح الشرير لا سمح الله بيدخل الشكوك بالإنسان بيخرب له بيته بيخرب له حياته مية بالمية يعني أبونا بعد هيدا الحلقة صار فيه كتير تساؤلات حول مريم العزراء هل نحن منعبدها هل نحن منكرمة هل هي صلة الوصل بينها وبين الخالق ولا هي الأم الحنون يلي تركت أثارها بديانتنا وبحياتنا وبمسارنا وبمصيرنا أسئلة كتيرة يعني لما بتفتح وسائل التواصل الاجتماعي تتفاجأ من ردود الفعل أنا استعملت هيدا الكلمة بالتحديد مدمرة لأنه في حدا قال عبر شوكيط هو إعليمي معروف فقال ما بدنا منك يا أبونا ندمر لنا صورة مريم العزراء فسؤالي لقلك بعدها الحلقة التلفزيونية اللي كتير أخذت مدو جزر كيف رجعت حضرتك شفت صورة مريم العزراء وشو كان لازم ينقال بهيدا الحلقة وهل استعمل مصطلحات ما كان لازم تستعمل لهوتية أنا بشعب شوف أنا الشغلة الكنيسة علمتني إياها وإلى من ألف ومنها أيام اللي ربنا يعني وخصوصي من أيام الأباء السريان مارفرام يلي كل العالم مثل ما قالنا بشهد إلى تأسيسه لللهوت المريمي اليوم الصبح مثلا نحنا كنيستنا اللي بتصلي وكل اللي بيصلي إذا ما صلوا السلام وعليك يا مريم وهوني أنا بما أني شفتها الحلقة بهني كتير هالمؤمنين يلي كلهم تمسكوا بمريم تمسكوا بالمسبحة وأهمية المسبحة بحياتهم الحمدلله أنا شفت أنه عندنا مؤمنين وعيين مش بسهولة بيتشككوا وبيعرفوا يقفوا بوجه أي أبونا وأنا بعرف وإلى يمكن بسمعنا أبونا بوزف غالي حتى أبو جبونا بوزف غالي بيقفوا يليه عنده 350 كتاب وعاجن الكتب والكتاب المؤدس بظهرهم واسم الله أكيد ومرجع من أهم المراجع وفي مؤمنين بيقولوا لا يا أبونا مش هيك هيك لأنه أوقات كتير نحنا بنصدم المؤمن لأنه بنحكي من باب معرفتنا ولهوتنا بنجي من باب فوقي مثل ما صار بالحلقة ولأ مش هيك بدك تفكر هيك إذا الإنسان طفل ما بيتدمر لأن الطفولة تتمسك بالأمومة مريم شو دورها هي الأم هي والدة الله وهي يسوع الصليب عطانا ياها أم وما في حدا بيخده منه واللي بيؤمن بيسوع المسيح بده يتمسك بأم يسوع بأم الله لأنه يسوع يجي تحت يلي قاله هنا وقالنا أم أم كون وبي بي كون صح إذن طفولة الإيمان بيسوع المسيح هي طفولة أساسية كل من عرض هذه الطفولة بيطبق عليه ما قاله المسيح الواللي من تقع على يده الشكوك خاصة شكك أخوتي أولئك الصغار أنه أنا بآمن وأمنت بهالطريقة وتعلمت بالكنيسة بهالطريقة مش بأي لهوتي بيجي أو أي شخص خاصة إذا عدو الكنيسة بيجي بيجي لأ هيده غلط بدك تفكر مثل شخص بالغ بعطي صورة صغيرة عن رمزية الأمور أنه نحنا بس نقول الأشياء برمزيتها مش معناتها بدي أحكي بدي أعنيها بحرفيتها بالصلاة الصبح مثلا شو صلينا اليوم بتقلنا الصلاة بالسرياني شمايو حداتو ووت مريم واش روبيه الشم شوفايو بالعربي أصبحت مريم سماء جديدة وحل فيها الشمس والبهية هذا الرمز كتير مهم لأنه كتير عنا أنشيد للنور على لسان مارفرام نعم ومارفرام وقتل بده كان يثبت للوسن يلي بيآمنوا بالشمس يلي بيآمنوا بالشمس أنه هي الله يقل لهم تثبت لهم أنه الشمس مننا الله قال لهم الشمس مننا واحد أنتوا عبدين الشمس فيها ثلوس قالوا له كيف الثلوس قال لهم نارة ونورها وحرارتها فيك تفصل النار عن النور ويضل فيه نور لا فيك تفصل الحرارة عن النار ويضل فيه نور وحرارة قالوا لا قالوا لكن كيف أتميز بين الحرارة والنار أو بين النور والنار إذا هذه الصلاة عم تقل لي أصبحت مريم شمس وحل النور فيها لأنه النور يويس على العالم أصبحت سماء وحل فيها الشك فردون حل فيها يسوع صار الشمس صفه هو نور العالم أنا كيف بدي أقل له بدي أميز بين الأم وإبنها بين السماء والشمس أو بين الشمس والنور تبعها وهذا أثبت لسلوسية الله الأب والإبن والروح القدس هيك أفرين خبر فمن هناك في كتير دقة بالتعاطي بموضوع مريم مثل ما بنحكي أنه اليوم بدنا نحكي عن أمه والجنين تبعه أنا بجد فصل إلا الجنين ما إليك دخل فيه مثل هلأ نظريات النظريات بالإجهاد تقول أنا حرة بجسدي وحرة بدي أعمل بالجنين مثل ما بدي أنا بفصل بين الجنين وبيني أنا بيقيت له وظل طيبي يعني أو أنا في قتل حالي وظل الجنين طيب أور ما في نفصل بين الجنين وبين أمه مريم وقت اللي كان ابنها بأحشائها كان النور بأحشائها كانت هي حامل النور وهون في صورة كتير مهمة بيركز علي أكيد مارفرام وموجودة بكتاب المقدس نحن عنا تقليد وهالتقليد وارد تصوري عند عند طوبية البار نعم بالطوبية قال بيجي ابنه بيكون طوبية أعمى بيجيب له هيدا الزيت القصة بتعرفيها من السمكة وينسح له عيونه لبيه بيقشع بس يشوف شو بيشوف بيه أو الشي بيشوف ابنه بيقل له أراك يا بني يا نور عيني تصور هالتقليد الموجود عندك بتقولي لأبنك يا نور عيوني يا نور عيوني كل الأمات بتقول يا نور عيوني مش هاي صح بس مريم وقت لقلت لأبنها يا نور عيوني كان هو النور اللي بعيونه اللي عم بيشوف نور عيونه ما هو كان فيها يعني صارت هي نور من هي نور والنور فيها فهي الوحيدة الأمية اللي فيها تقول يا نور عيوني والنور هو يعني عيونه هن يسوع وعم بتشوف نور يسوع فيها كيف أنا بدي أميزها بين نور المسيح ونور العذرة طيب أبونا شو اللي نقال خطأ بهيد الحلقة التليفزيونية برأيك نظرتك الليهوتية للأمر هل استعملت مصطلحات ما كان لازم تستعمل هل التعامل بطريقة فوقية مع المؤمنين خل الرسالة توصل بطريقة غلط شو لقيت غلط حضرتك الليهوتيا بهيد الحلقة بحب أقولون هاوكي على ثلاث مفاصل نوعا ما أو المفصل للأداء الأداء الأداء بالطريقة منق الطريقة كاتوليكية لأنه الأبونا أبونا كاتوليكي وقال لها أنه مسؤول وأكيد بعرفه أنا مسؤول بعرفه الأبونا من زغرته أبنا معامل الأبونا وبيعرف أنه أنا بعرف الميطود اللي بستعمله ميطود بيسموه مايوتيك بالكلمة اليونانية أنه أنا بدي أجبركم تفكروا مثل ما أنا بفكر وبي أغسل دماغكم مثل ما أنا بدي تتفكروا مثل ما أنا بيقلكون وقال لها بتكونوا أنتم بالشريعة الطبيعية والديانة الطبيعية وما سلطوا مسيحيين أول نقطة أول شي طبيعة يسوع أخذ طبيعتنا طبيعتنا منا سيئة وأنه نؤمن بالسليقة بطريقة مثل الأطفال منا سيئة نحن يسوع دعينا للطفولة هلأ بفهم كل الليهوت ما بفهم كل الليهوت أنا مش مطلوب أن أفهم كله أنا بفهم عدك عدك حبيتي العذرة حبيتي السوع هايك بآمن هايك مرتاحة أنا وربي متفقين ما في أنا حديث بور إذن ميتود كان فيه خطأ اثنين شوي أنا حسيت فيه غرور وإدعاء يعني الكاهن مفروض يكون شوي متخلى في عنده إخلاء إخلاء ما يسوع أخلى ذاته تيكون يقعد مع مريم ويقعد مع الفقرة ويقعد مع الناس ويشرح لهم مثل ما كان عم بيشرح إذن هو يمكن وسيلة الإعلام شوي بتأثر أنه أنا طلّة وتلفزيون وغيره ومجبور أعمل هايك والإخراج هايك هيدا الإخراج بسيء بالرسالة الإنجيل مش هايك بنوصل للإنجيل ومحبة يسوع ومحبة العذرة أو نفهم الناس أنه أنت بك تحب بيك بك تحب أمك أو بك تحب أمك قد بيك ونسأله الطفل مين بتحب أكتر أمك أو بيك بقى الطفل الزكي بقول ثنين أخو مثل بعض فإيش يا عادي ما فينا أنا خربط له دماغه للطفل وقال له لأ أنت غلط ثالث نقطة الأخطر فيها أنه خلى الناس تشعر أنك أنت خطأ أنت خطأ يعني راحت كل حياتك أنه كل عمرك خطأ شو بك تعمل فمن هوني أنا عجبوني ردة فعل الأشخاص وبالفعل عندهم سقافة دينية حلوة وأصروا أنه ما فيك تقلي أنه أنا متصور الله هيك الإله الجبار بدي يطبشني والعذرة مهديت له إيده ما حدا بيفكرهايك ولا حتى أكتب المقدس بفكرهايك ولا حتى الأنجل بفكرهايك إذن كاريكاتوريزيزيون يلي استعملها وما فيكن تحكوا أنتوا قاعدينه وأنا هوني ودينا التلفزيون ما شو بروغام بدنا نعملهايك بدنا نوصل بالنتيجة اللي أنا بدي أصلها بعدين هالحشر حلو بإشياء بيقولوا فسر الماء بعد الجهدي بالماء واضطر أنه يفوت بفرد حلقة تصوري أنا عم شوفه أنا إنسان مفروض فيه استوعب يفوت على عقيدة على اللهوة العقيدة ويشرح لهم عقيدة الإله والإنسان ويرجع يشرح لهم عقيدة كذا ويرجع كذا والسكين قاعدين بدون يسمعوا ما فيهم شي يحملوا شيء وحلس فالمشاهد بلاحظ أنه في خطأ بالأداء بيش مأز منه هالإش مأزاز ما عطر على فكرة أنه هيدا خطأ يسوع أولاً ولا ما بتكون مسيحي لأن نقطة عم تحط يكفي أن أكون مسيحي برنامج اسمه إذا مش هاد مش مسيحي لا ما بتسمح فيها الكنيسة يعني 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 خليني أفكر أنا أبونا من منطلق ذاتي يعني أنا مثلاً لما بسمح الحلقة مع احترامي لجميع بقول معقولي أنا عشت 35 سنة من حياتي غلط عم أمن بشي ما لازم أمن فيه أو أنا مفكرة شيء الإيمان طلع الإيمان شيء تاني أو أنا يعني يعني ألوهية مريم العذراء وقدستها ما بعرف أديه هون نهزت بهذه الحلقة أنت معي أنه نهزت شوي عند بعض الأشخاص يلي ما فهموا هيدا الأداء اللي هوتي يلي كان الأبونا عم بيأديه سوفي بدي أرجع لهالريبورتاج يلي عملوا مع بعض الأشخاص مش هيك صار يسأل بعض الأشخاص على الطريق صح اللي بيلاحظ بمنح بيلاحظ أنه هن أربع خمسة يروب رمو يرجع له ولو ما كنت أعملت ساتيستيك مع خمسين مثلا بعدين نعرف الشخص اللي هو من إخوتنا البروتستان رقز على يسوع يرجع يرجع له يقول له لا يسوع يرجع له يرجع له يرجع يسوع بينما الكاتوليكي اللي حكيه أنت ماروني أو أرتوديكسي أو كذا قال له لا المريم وعذرة ويسوع عندي مثل بعضهم أو أنا عندي المريم كل بالكل عجبتني الشخص اللي معه وقلت له أنا والعذرة صبح ومساء وظهر أنا بحسها أم وهي أم مثلي ما يسوع رضع منه وعذبه وعذبته ومريده وزببته ما يسوع مثله مثلنا كان يعني آدم أخذ كل إنسانيتنا ما عدل خطي بحس لا لا ممنوع تحس العذرة مثلك وأن أنا أم وأنت أمن لازم أنت أمن بيسوع يخيه ما يسوع بالسبقونسيون ما يسوع بالباكجراوند والآب بالباكجراوند ليس بس يسوع ولا بك تقول لي لا شو أنا بدي أرجع ليسوع برجع للآب دغري ما الآب موجود بالعهد القديم كله سوا وموجود بالقرآن موجود بكل شيء كلمة الله إذا أنا لا شو بدي أحدوا كلهم هوا برجع لقيل برجع لقيل نعم أبونا هل مريم العزراء بكليته هي سلة الواصل بيني وبين ربي ما في عنا سلة واصل غير مريم لأنه هو جسد من مريم ونحن مريم الوحيدة هي من جنسنا بني آدم وموجودة هلأ بالسمى بالجسد بالروح هذا إيماننا يعني مش خلط نقول أن مريم العزراء هي سلة الواصل بيني وبين ربي مريم العزراء مش بس سلة واصل عقيد الكنيسة اللي أقرتها مؤخرا مريم شريكة في الفداء يعني فيي يطلب منها ما طلب بطلب من يسوع ممنوع فكر أنه هو يو يسوع بيختلفوا اللي بدأ يياب تعمله يسوع ما بيقول له لا والآب ما بيقول له لا واللي بدأ يطلبه من يسوع بيعمله وما بيقول له لا لأنه الآب شو بده يسوع؟ الاب بيوفق عليه واللي بدأه العضر الآب والابن بيوفق عليه هاي قوة الإنسانية اللي أنا بسميها صار عندنا نطاق جديد بالمفهوم بسميها اللطاق الرزائي من الرازة يعني المسيحية بمفهومة الجديد يعني نحن مع يسوع المسيح وقت اللي عطانا نعمة التألح نحن لا صرنا آلهة ولبقينا بشر أرض أرض صرنا نوع من البشر يعني بسموه بالواقع الرزائي نحن مسيحيين صرنا مؤلهين ولكن بعدنا بشر عم نتأله من هوني نحن والعضراء في قرب كتير بالحالة العضراء سبقتنا بهالحالة صارت هي جسد وروح بالسماء نحن نسعى إلى مريم العضراء بامتلاءنا من يسوع المسيح نعم لا ملء يسوع المسيح يعني بتصير ولادها للعضراء 100% ولاد الآب 100% نعم شو الهدف أبونا من هيك حلقة برأيك من هيك تعاطي برأيك من هيك معلومات سوكي بيت أو كوب بيت برأيك الهدف شو؟ ما بنعرف إذا في شي بالباكراون بيتمع بيكتبوا أنه أصحاب الحلقة أصحاب التليفزيون أنه بدي يقولوا لأ ركزوا على يسوع يسوع الوسيط الوحيد فقط يسوع بيجعل لي مسيحي إذا ما بأمن بيسوع وبس بيسوع مني مسيحي والباقيين نمره 2 أو 3 أو 4 نحن مارني أنا شخصيا ماروني أنا من أول من مار مارون لليوم نحن مريميين ومشهورين وصوفتنا حمراء حتى يقولوا لنا راح تسبقوا مريم على يسوع بعد 1500 سنة الكنيسة قرت عقيدة أن مريم شريكة بالفداء نحن من أيام مارفرم عندنا العذرة منحكيها قبل يسوع ما فرقتنا لأننا نحن منحب أمنا بالشارع اللي ما بحب أمه أكثر من بيه وخيه ويستفله بس نحن لدينا الأمومة الأساسية لأنه هي تربط العيدة الأم هي تربط الأم هي تجمع الأم هي بتواسي الأم هي بتعزي الأم هي بتحس بابنها أكثر من خيه أو أكثر من بيه إذن فكرة الأمومة اللي أنا حكيت عنها بعشرين حلقة هلا على الوتيفي الأمومة هي الأساس مش الأم فلانة مش حضرتك كأم لأبنك هي المهم كشخص ممكن لسه محلة توفي الأمومة اللي هي فيك هي الأساس لأنك بعد ما تترك الأم اللي يطول عمر الأم بيضل الوالد متعلق بالأمومة تأمه لأنه الأمم ما بتروح مثلا الأبونا حكي عن بيسمي قص القردون أمبيليكال أنتوا بعضكم ببيت ما قصيتوا القردون أمبيليكال إذا بتأمنوا بهالشكل شو القردون أمبيليكال من بيت بيه أو من بيت بيه ما التجسد المسيح عطانا القردون أمبيليكال الأساسي اللي هو بيسمو سلم يعقوب اللي هو بيسمو جزد جدعون اللي بيسمو مليون شغلة أنه أنا المسبحة هاي القردون أمبيليكال بينه وبين الله هاي المسبحة هاي مريم هي أنا ممنوع أقطشوا هيدا القردون أمبيليكال هلأ بدي يصير رجال بسيكولوجيا تجوز وما تكون مرتبط بأم البشرية وكون صرت بالغ تحت لكم بي مسؤول مكون ما فيس أماما أو في أماما هاي دا ممكن أنا أقطشوا بس قد ما يقطع قردون أمبيليكال إنسان تعتقد بيقطعه مية بالمية أكيد لا مستحيل مستحيل أبونا كمان يعني صار في بعض ردود الفعل هلأ ما بدي يغوص كتير بردود الفعل اللي هي ممكن مش حقيقية بس نحن عم نطرح للمشاهد شو إجاب الردود الفعل أنه هذه الحلقة ماسونية ومسيسة وفي وراها ناس وأنه بس قالوا المشتركين من رجالهم تحية اللي فعلا عبروا عن إيمان كثير كبير أنه في مشتركة قالت له طيب آه وين المشكلة إذا كانت العدرة هي صلة الوصل بيني وبين ربي قال لا لأ صلة الوصل كلمة كبيرة يعني ما بعرف هون قد أخذت يمكن خلفيات هذه الحلقة لا تموت إلى الحقيقة بالسهلة أو فهمت بطريقة مش ولابد لأنه لما حدا بيجي بيقول لك هيدا الحلقة مسيسة نحن عم نحكدين لما حدا بيجي بيقول لك هيدا الحلقة ماسونية يعني أحسات أنا كتير أخذت يمكن ردود فعل ما كان لازم تخذها ما بعرف أبونا روحانا لا في الأشخاص يلي بيعرفوا بتاريخ المصونية أو بتاريخ الحركات المناهضة للكنيسة حتى العلمانيين المحط مثلما في فرنسا لأنه عندك العلمانية المحط عندك العلمانية النسبية يلي بتحترم الدين بس بتقول لك أنا علماني في علمانية المحط يلي لا بتقول لك ممنوع تشوف الصليب أو مغارة أو كذا ممنوع تجيب أي سيري يلي هلأ بمسلوها كورا معين وهو اللي بيعرفوا المصونية ومنهم في منهم المصونيين يعني بيعرفوا أنه عندهم مشكلة المصونية مع شخص العذرة مريم بالذات مشان هيك من رموز الثورة الفرنسية كانت المرأة الفرنسية لباريزيان وصوروها بصدر عاري هادي هادي رمزة أنه أنت المرأة تحرره وفرج صدرك وخد حريتك ما بقى تهتم بالعذرية والبتولية يلي هني أساس الديانة من العهد القديم وبارفرام كتير بيمدح البتولية البتولية حتى البتوليين بعد أنه فاتت الصورة على الأديار تقتل الرهبات أنه شو عم تعملوا أنتو هوني أنتو عم ضايع وقت لازم تجيب أولاد أو لازم تكون بروديكتيف أو بروديكتيف وتقتل عشرات ألوف الرهبات والرهبان لأنه الثورة طلعت أنه بدك تكون بروديكتيف وتجيب أولاد ما في شي باتولية وعزرية هادي عم بيطعنوا فيها نعم دونك في مشكلة أساسية عضوية ممكن إلى أسبابها الروحية يلا سواء روح الشر روح الشيطان عم بيحارب العذرة ما فينا ننكر نحن سفر الرؤية ما فينا ننكر سفر التكوين يلي بقول له الله فيها للعذرة اللي بده يجي منه المخلص أنه راح يضل هو إمرأ بلا حيكتها حتى اللي بده يقتلك نعم وإذن كتير حتى الكتاب القرآن بيذكر الحرب بين الشرير والعذرة وأنه هربت وخلصت وغيره إذن ممكن الناس اللي عندهم اطلاع يربطون ببعضه نعم بس ممكن يكون بنية طيبة عم بيقول لأبونات طريقة وتلعد بهالحالة هايدي لأنه على تلفزيون معي مع أنه أنا أحترم اليوم بعتبر الوحدة بيننا وبين البروتستان يعني تنفي كليا أن يكون بعتي بروزيليتيسما أنه أنا بدي أخذك أنت الكاتوليكي تفكر مثلي أنا ما اتفاقنا وصرنا كلنا كم فاركوح ما توخزيني بدنا شو كيف بدنا نحافظ على أخلاقني على الأخلاق والأدبيات الإنجلي بالمجتمع بالمجتمع أكيد مش وقت بقدر نظل نتصف بنهاية لقاءنا أنا حبيت يتقول أكتر بس تعرف الوقت بهمنا شو بتحب تقول لك الأصدقاء أنا المشاهدين عن هيدا الحلقة باختصار بقول أنه العذرة مريم أمنا معنا واللي أمه معه ما يعطي الهم ممكن يصير فيه شوية غيوم أو خربطات ولكن استقروا بحضن أمنا مريم هي الضمانة هي الميناء هي التي تعطينا ابنها نعم هي التي تعطينا ابنها على طول هي التي من حليبها منردع حب ابنها وما أحد يشكك بإيمانه خلينا بإيماننا مية بالمية أكتر بخربته أكتر ببرمه بده كلهم يرجعوا ما في بني آدم إلا بده يرجع للأم لأنه كلنا خلقنا ولدنا من أم أي إنسان بحارب الأمومة والعيلة بتلاقيه رجع ركع بالعيلة وقدام أمه مثل أصغر الأطفال فما نخاف أمنا العذرة معنا والتي تريده والذي تريده ابنها ما بعارده أبدا ولا الآب السماوي ولا الروح الأدس يلي هو سجعا فيها وعطانا الكلمة الإله وبعد هنا في أكيد مواضيع بتنحكى بإشياء لهوتية اليوم ما فينا نقول حلقات صغيرة بتنقلنا الآب الدكتور ميشيل روحانا الأنتوني شكرا كثير لوجودك معنا يا أبونا شكرا على إضاءتك على هذه الحلقة يلي عطتك كثير ردود فعل وإلى المزيد من اللقاءات معك أهله وسهلا فيك أبونا شكرا وقال لأدسهم جميعا وقعت له سلام لأبونا وبصليله تحته لأله ينوره ويكون عنده الإخلاق التخلي تخلي هذه الشغلة الأساسية بالكهنوت عن كل ما هو بخربة كلمة الله بحياتنا نعم أهله وسهلا فيك أبونا شكرا أصدقائنا نحن منتقل لأستراحة صغيرة وبعدها منتابع شكرا 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 اشتركوا في القناة